مع هذا النشيد الخالد وبالعنفوان نفسه يعاود هؤلاء استذكار ثورة الحادي عشر من فبراير المجيدة التي بثت قبل ثمانية أعوام الروحة مجدداً في الجسد الجمهوري العتيد وأعادت الأمل إلى الملايين بغد أفضل رغم التحديات والتضحيات في معاقل الصمود الجمهورية هذه من تعز إلى مأرب والجوف يواصل ثوار فبراير وأبطال المعركة المحتدمة مع الإنقلابين والقوى الرجعية حضورهم البهي والقوي تجديداً للعهد بمواصلة الكفاح حتى الانتصار لإرادة اليمنيين ساحة الحرية في تعز استعادت الزخم الذي ملأها عنفواناً ومجداً منذ ثمانية أعوام تحول إيقاد الشعلة إلى حدث استثنائي في مسيرة هذه المحافظة الصامدة تجمع الثوار من مختلف الأعمار وجددوا العهد بمواصلة الكفاح 11 فبراير يعني للشعب اليمني كامل ميلاد جديد لأنه أتى على زوال النظام المستبد الأسري الفردين وأتى باليوم الذي عرفنا فيه أننا سنبني دولة مدنية ذات نظام وقانون تعز تحتفل بالعيد الوطني 11 فبراير بهذه الحجوة الكبيرة اليوم تخل كل المكونات الشبابية والثورية الشعب بمختلف مكوناته السياسية والحزبية والشبابية يحتفلون بالعيد الوطني 11 فبراير ليؤكدوا بتمسكهم بمخرجات ثورة فبراير احتفال شعبي وآخر رسمي شهدته مدينة تعز في ساحة الحرية بالمدينة وفي مدينة التربة ثاني أكبر تجمعات الحضرية في المحافظة كان الشعب حاضرا ولسان حاله لا يزال يعبر عن الموقف ذاته المنحاز لفبراير ولأجندتها الوطنية في الحرية والتغير في الساحة كما في هذه القاعة ثم تتحاد في الموقف خلف أجندة فبراير التي تتطلب المزيد من النضال والكفاح والمثابرة على كافة المستويات في الجوف كان عهد هؤلاء الرجال قويا بمواصلة السير على نهج ثورة 11 فبراير يؤمن هؤلاء الثوار بأن مستقبل اليمن الجمهوري مرهون بنجاح هذه الثورة على أعدائها من الداخل والخارج وعلى كل التحديات التي تعترضها إن الانتصار الحقيقي للثورة ليس بمجرد إقامة الاحتفالات والفعاليات والتغني بها في وسائل الإعلام إنما بتحقيق أهداف الثورة ومواصلة مشوار الثوار باستكمال التحرير وإسقاط الإنقلاب أيها الشباب سيروا إلى الأمام سيروا لإنجاز ما تبقى من أهداف ثورتكم ونحن في القوات المسلحة سنكون سندا لكم بإذن الله سبحانه وتعالى وفي مأرب المدينة الأسرع نموا والأكثر ازدهارا في البلاد تحضر ثورة فبراير بإرثها المجيد وباستحققاتها العظيمة وتصطح الأصوات بالثناء على طرحية أبطالها ونضالاتهم وتعيد بمواصلة العمل على نهج الثورة وتحقيق أهدافها خلال ثمانية أعوام من الثورة جارت في النهر مياه كثيرة عامد أعداؤها إلى إشعال النار في جسد الثورة فاشتعلت بهم وتحقيق أهداف الثورة وحدة من يطفئ هذه النار التي تكاد تلتهم المنطقة بأكملها